سلام ونعمة ازيكم اتمنى تكونوا بخير حلقة جديدة من حلقات تعليم عصف الترانيم على الجيتار والنهاردة الحلقة التانية والنهاردة الحلقة التانية في رد على اسئلتكم كنت عملت الحلقة اللي فاتت ووعدتكم ان الحلقة دي هتبقى دسمة وفيها اسئلة حلوة ومهمة وجميلة هم سؤالين بصراحة ونبدأ بالسؤال الاول بس قبل ما نبدأ ما تنساش لو انت شايف ان محتوى القناة دي هادف ومحترمه بيقدم لك حاجة وبيفيدك في حاجة صليلي في المقام الاول وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب تفعل الجرس تعلق في الكومنتات وتكتبوا رغباتك لان فعلا كل الشغل قائم على اراءكم ومقترحاتكم وافكاركم يعني حتى لما برد على اسئلتكم برد عشان اوضح حاجات من كلامكم واضح انها مش واضحة عندكم فبالتالي زي ما كان تقريبا سكرات مش عارف ولا افلاطون بيقول تكلم حتى اراءك انت لما هتتكلم وتقول رأيك وتبقى ايجابي هتكون النتيجة ان انا هتوصلي انت واقف فين وبتشوف الدنيا ازاي فاقدر اساعدك واقدر ارد على اسئلتك وطبعا وانتو بتصالولي نفسي توحده رؤيتكم معايا ان نفسي عددنا كعازفين جتار او كناس بتصلي بالجتارات يزيد اي حد عنده جتار في بيته ان الفيديو يبقى حاجة سهلة بالنسباله في اسم ترنيمة يشده يقوم فتحه وعامل كرداتها يقوم فتحه وعامل السلو بتاعها ببساطة بالباترن اللي هتبقى موجودة تعالوا نبدأ السؤال الاولاني سأله صديقنا العزيز ديفيد مفيد السؤال بيقولي بقى انا لسه جديد بحاول القط وبحاول اجمع الدنيا بس تايه والفيديوهاب بتاعتك كتير ومش عارف ابدأ منين ولا فين واروح فين واجي منين ومطلخبط فاديني كده سيكونس امشي عليه ترتيب ايه المهم ايه الاهم ايه الحاجات دي كلها خلينا نتفق على نظام المذاكرة الاول وبعد كده نبدأ نشوف نتعامل مع الاتشانل ازاي بحيث تبقى فعالة كده ويعني اكثر فعالية وتقدر تساعدنا على تطوير مستوانا اولا اسطورة ان انت تبقى عايز تلعب سولو بس عشان بتحب السولو او ارتام وكردات بس لانك بتحب الارتام وكردات بس دي اسطورة غلط خالص وكلام غلط خالص يعني ايه القلة بتاعتنا بتعمل كزا حاجة بتعمل السولو وبتعمل الارتام وده لي وقت وده لي وقت وده لي ستايل وده لي ستايل ولو انا بايت اعمل نص ده بس وما بعملش النص التاني انا بايت عازف نص لبه او نص عازف لان انا باعمل نص الحاجة اللي ممكن الجيتار يقدر اعملها والنص التاني انا لا افقه في شيء فبالتالي لازم اللي اتنين يمشي في خط متوازي انا بذاكر على مدار اليوم حتة بتدخلني شوية في مذاكرة السولو وحتى بتدخلني شوية في الارتام والكردات بحيث ان انا بعد شهر اتنين تلاتة مستوية على التوازي بيزيد في الاتنين فبلقي نفسي الى حد ما عازف شامل بعمل كل حاجة مش اكبر في الصلوة عشان بحبه ايدي تتقل في الكردات والارتام او اكبر في الكردات والارتام وايدي تبقى تقيلة وضعفانة في الصلوهات لا الكلام ده مش صح فلازم تقسم وقتك لازم تفكر ان انت في كل سيشن مذاكرة واللي هي بالمناسبة ينبغي انها تكون يوميا المفروض انك تقم قسم الموضوع ما بين تفتيح ايدين وصلوهات وسلالم وفي نفس الوقت في جزء بتاع الكردات والكردات تقسمها جزئين الفري كورتز او الاوبن كورتز والكردات البار عشان ايدك تاخد على الاتنين والارتام ترتم على حاجات وحاجات لا او يا سلام لو تبقى شاطر وتضرب ايدك ترتم بصابعك وساعات تانية ترتم بالريشة فده يبقى حلو يبقى انت يعني حلو ان انت تبقى عندك الوبشنز ان انت تعمل حاجات مختلفة كتير طيب على مستوى بقى الاتشانل نفسها انا دلوقتي عايز استفيد انا في الجزء اللي جاي ده انا هبقى بكلمكو بس هيطلع بقى ايه هصور لكو كده الشاشة لو انا داخل بتصفح لا اول مرة اتشانل قموا ننطلق تعليم جيتار دي هنستفيد منها ازاي ما تيجو نشوف بصوا شباب قدينا دلوقتي كده احنا فاتحين الاتشانل نعمل رفريش اهو كتبنا عادي قوم وننطلق تعليم جيتار طلعت لنا الاتشانل بالصورة العجيبة دي دخلنا ففيه طبعا ايه لو جيت بصيت هتلاقي هنا فيه هوم فيه فيديوز فيه شورتز فيه لايب فيه بلايليست فيه كوميونيتي فيه الحاجات دي كلها وبيجيب لك الفيديوهات بقى اللي مثلا انت ممكن تكون بتشوفها كتير وفيه فيديوهات بقى بالترتيب والكلام ده كله طب انا متلغبط طب انا دلوقتي عايز اعرف اعمل ايه فاعملها ازاي هاجي هطلع هنا هلاقي فيه حاجة اسمها بلايليست لست قوائم القوائم دي الى حد ما هتخليك يعني عارف راسك من رجليك وهتلاقي نفسك ان انت فاهم الدنيا مش ازاي وفيهم ست قوائم مهمة اوي يعني مثلا في الجزء بتاع تعليم الارتام فيه لستة فيه لستة كاملة فيها تسع فيديوهات اسمها تعليم ارتام شرقي وغربي حاجات بريشة وحاجات من غير ريشة لو جينا فتحناها كده على حدة لوحدها هنبص نلاقي كذا فيديو زي ما انتو شايفين كده نقط ننزل عليهم وكل حاجة ده الايوبي ده رتم مقسوم ده بريشة ده بريتم ده من غير رتم الحاجات دي كلها فانا كده خلاص لو انا عايز اجلي شوية في موضوع الارتام عندي البلايليست دي طب قدمت شوية في موضوع العصف وعايز بقى ارتجل مثلا والعب مزيج كان فيه كده كام فيديو كنت اعمله ان انا ازاي لو هعمل فواصل بين ترانيم او ارتجل عايز ارتجل ان انا ازاي اعمل ده بشكل كاني بأعزف في بند فبخلي فيه مزيجة ورايا او ارتام او كردات وشارح في الفيديو هات دي شوية حاجات وان انا اعرف اعمل سولو معاها او ارتجال معاها طب البداية خالص بقى عشان ما حصلش تشتت يستحب انك تبدأ بالجزء ده اللي هو كورس المبتدئين الكورس المبتدئين زي ما احنا شايفين هتلاقي في حوالي 13 فيديو كان المفروض يكمل عن كده بس الناس ما شجعتنيش انه هو يكمل قوي لو جينا فتحناه هتلاقي بقى انه هو موجود في ايه البدايات المصطلحات يعني من ضمن الحاجات اللي ديفيد مفيد بيسأل عليها مثلا انا بسمع مصطلحات غريبة فورمة السلم الكورد الحاجات دي كلها كل ده مشروح هنا بقى كل ده مشروح في الفيديوهات دي الفرق اللي بين الجيتار الفولك والجيتار الكلاسيك اللي اوتاره سيلكو اللي اوتاره نايلون المقدمة في الشروحات نفسها اجزاء الجيتار والتعامل معاه شوية حاجات بقى كده احنا كحد مستجد المفروض انه هو يخلي باله منها وبيبقى دايما الصورة مغش شاكل اجابة يعني الصورة موضحة لك انت محتاج ايه وفاهم في ايه ومش فاهم في ايه ومتلغبط في ايه فالدانية بتبقى الى حد ما كويسا على صعيد تاني في بلاي لست تانية اسمها هي فين اه اه بلاي لست دي اسمها دروس عامة شرح وتعليم جيتار دروس عامة ودي هتلاقوا فيديوهاتها كتير بالمناسبة يعني دي هتلاقوا فيديوهاتها احنا بنتكلم في 43 فيديو دي دروس عامة يعني مش شرح ترانين ده يا جماعة اجزاء الجيتار حاجات مثلا ممكن يكون عملتها من سنة وسنة ونص وحاجات كده اه تعليم جيتار مثلا وعمل تمرينات ايد يمين تمرينات ايد شمال اه تفاتيح رد على اسئلة طبعا وانت بتتفرج على حلقات الرد على اسئلة اوعد مل اوعد حس ان هي مش مهمة لان صدقني الرد على اسئلة بتاعت زميلك او الناس اللي سبقوك في الاسئلة وارد جدا ان هي تجاوبلك على اسئلة هتلاقيني في حاجات عامل فيها مقام حلقة عن مقام الصبا اخطاء المفروض ما نقعش فيها قواعد المفروض نشتغل بيها ازاي تشتري الجيتار وايه العيوب وايه المميزات اللي ممكن تخلي بالك منها وانت بتتصرف اه اسخن ايدي ازاي وانا بعزف عيش بقى هتلاقي كل صورة اعزف ازاي بالريشة هل الجيتار بيلعب شرق ولا لا نتائف الكردات طبعا من الايه مقدمات حاجات كله بقى يعني هتلاقي هنا اللستة دي هتلاقوا هنا اللستة دي جميلة جدا وفيها شروحات هتقول لي لا انا مدرستي مثلا ان انا عايز قاعدة اتعلمها عن الكردات قواعد عن الكردات وكيفية التعامل معها في حاجة اسمها دوائر الكردات عملت كده لستة بتبقى ببساطة يعني بتتكلم عن ان انا ازاي اي ترنيمة والكلام ينطبق على الترنيمة وعالاغاني ان انا ازاي اعرف اعمل اي ترنيمة بتلات كردات ولو بدأت اول كرد اجيب التاني والتالت ازاي وشرحت القاعدة وبشرحها في كل فيديو من دول والحد دلوقتي عامل عشر فيديوهات لترنيمة مختلفة كل ترنيمة بتبدأ من كرد شكل ولو بدأت بالكرد ده بكمل على كردين تانين بيبقوا عاملين ازاي اخر لستة ودي الاكثر شيوعا وانت كلكم حفظانها لان هي فيها يعني 97 فيديو حرفيا اللي هي بقى ايه الترنيمة دول 87 او 97 ترنيمة كل ترنيمة بمسكها بقى بجيب الكرد بتاعها بجيب السولو بتاعتها مؤخرا ما كانش الاول كده بس مؤخرا في اخر 20 ولا 30 ترنيمة هتلاقي ان انا بدي مقدمة عن الترنيمة نفسها وشرحات عنها واكلم عن الاصحاب الكريدت بتاعها مثلا ومين اللي عملها ومين اللي ألفها ومين اللي لحانها وترنمت في انهي شريت ونزلت من سنة كام هتلاقي طبعا في حاجات تانية كانت في التشاني القديمة بس ملاقاش علاقة بالمزيكة في حاجات ترنيمة كنت بصليها بتأملات وفي حاجات موسيقى بس من غير مئة فيها شرق تعليمي خالص فيعني مطلق بطوش نفسكم سيبكم من ده ركزوا على الستة بلاي لست اللي أنا قلتلكوا عليهم ارجعوا لي بقى الست قوائم اللي أنا ركزتلكم عليهم دول هتلاقيوا فيهم اللي انتوا عايزينه من اسم القيمة نفسها امشي بالترتيب امشي بالعناوين اللي تشدك مش هتفرق كتير كده كده هتلاقي اللي انت عايزه الشرحات المتنوعة وكرسي المبتدئين دول اكتر حاجات المبتدئين هيعوذوها جدا لان فيها تفاصيل كتير بدل ما تخش متضر للنار كده على طول ايه ده بيعزف ترنيمة ايه ده بيجيب ارتام ده ماسك برات ده ما عليكو حق تطلق بطو ما احنا نرجع على القناة نبص على البليلست هنفهم الدنيا اكتر هتلاقوا بقى ناس مثلا يعني ديفيد مفيد كان بيسأل يعني ايه فورمة سلم يعني ايه كورد كل الحاجات دي مشروحة في الفيديوهات اللي قلت عليها دي هنتعب شوية بس هنبقى ماشيين بترتيب منطقي وطبيعي وسليم ده بالنسبة للسؤال بتاع ديفيد مفيد تعالوا بقى ناخد السؤال التاني اللي وعدتكو به الحلقة اللي فاتت وده سؤال ستيفن خير الراجل ده قال كلام عجبني جد الراجل ده بيعزف باله سنين يعني غالبا هو اشتر مني في المزيكة ومع ذلك هو عنده روح اتضاع جميلة جدا انه يسألني ويستفسر مني على حاجة وقال لي كلام حلو جدا ومشجع جدا فاستاذ ستيفن انا بشكر حضرتك جدا على كلامك الحلو انا اللي اتعلم منك مش انت اللي تتعلم مني وربنا يستخدمنا كلنا بركة في حياة بعض ان احنا نستفيد من بعض ونتبارك بوجود بعض اعضاء الجسد مفيدة لبعض جدا طبعا جميلة جدا هو بيعزف غربي جاز روك الحاجات دي وحافظ ترانيم بالانجليش وبيرنم بالانجليش وواضح من كلامه انه ممكن يكون مثلا عايش برا مصر او يكون عايش مثلا في دولة اوروبية او في يو اس او كده فبنسبة كبيرة هو مش متزوق جيد للموسيقى الشرقية ونعرف ناس شخصيات كتير في حياتي واصدقاء اللي اتقابلت معهم في اشغال وفي خدمات بيحب يسمع ترانيم غربي لكن ما بيعرفش يسمع الشرقي ما بيتزوقش مش حتته فهو متعود دايما على الستايل اللي هو الغربي وبالمناسبة الغربي روعة استاذ ستيفن انا كان عندي المشكلة بتاعت حضرتك بس بالعكس ان انا متربي وحافظ الابعاد الشرقية والموسيقى الشرقية ومتزوق الرتم الشرقي لان انا اكتر ناس بحب اسمعهم ماهر فايز تخت شرقي ابونا موسى رشدي تخت شرقي ابونا مكاري يوناني واعتبر تخت شرقي صمويل فاروق الراجل المرنم الصعيد الجميل تخت شرقي فايز عدلي مرنم عظيم جدا على العود برضو تخت شرقي وضيف بقى انت عندك قول بقى للصبح هرمس سامير امش عايز انسى حد كلهم شطار حتى قصر الدبارة اللي المفروض ان الطعم بتاعه موسيقى غربية عمل لنا حاجات تخت شرقي ومقامات شرقية وشغل شرقي في منطهر روعة السين اللي فاتت زياد شحاتة تخت شرقي صوت الجبل اللبناني وناس غيرهم كتير فانا كنت بس معدول فلما جيت بعد كده حاس ان انا كعازف انا مقصر انا فيه شق في المزيكة ينبغي ان انا بقى ملم بيه انا جاهل بيه تماما الا وهو ايه الشغل الغربي السلالم الغربية انا مليش فيها خالص فبدأت اسمع حاجات غربي لبيتر لايف لأصر الدبارة لوقات التسبيح بتاعة دكتور نادر شاو ايه بتاع الخدمة بتاعته استايلهم غالب عليه قوي الاستايل الغربي والاستايل بتاع الموسيقى الغربية كلام للكل بقى مش بكلم استاذ ستيفن انت كعازف ومرنم او مسبح او عابد استطعم كل الوان المزيكة انا بيجي علي اوقات في الاول كنت اقول ايه ده يعني ايه اسمع اسمع مرنم بيرنم بالصعيدي وانا من شباب القاهرة لابس جلبي اوها بيرنم بيها مش عايز اقول لكم دلوقتي ان اجمل اوقات العبادة هي اللي باخدها ورا صمويل فاروق مثلا وهو بيعمل فيديوهات فيديو كليبات او ترانيم واعد ارنم وانا واقف بصلي معاه كل حتة في المزيكة غربي شرقي كل اكسنت او كل لهجة ليها طعمها وليها جمالها كل حاجة ليها استايلها انت كعابد او كمرنم اعبط بكل الطرق ولو لقيت حتة نقصة عندك يعني اقول لكم حتة فنية برا الموضوع ده عبدالحاليم في بدايته كان عايز يبقى فنان ناجح ومتنوع فساعتها حصل مواقف كده معينة نشأت علاقة بسببها بينه وبين عبدالوهاب فعبدالوهاب قال له نصيحة هو نفسه كان بياخد بيها لدرجة ان الناس اتهمته ان هو بيسرق الحانه من الغرب قال له اسمع كتير اسمع غربي وشرقي ما تتقيادش بلون عشان تبقى قادر على تزوج كل انواع الموسيقى وبالتالي تقدر تأدي في كل المجالات الموسيقية وفعلا لما نيجي نبص على رصيد عبدالحاليم انا عارف ان الاجيال الجديدة ممكن ما تبقاش عارف الاسم ده اصلا او مش مستطعمله اغاني ما عاشتوش بس اللي فوق الخمسة وتلاتين وفوق التلاتين وفوق الاربعين هو اللي هيفهم اللي انا بقوله ده هتكتشف ان الراجل ده قدم لنا حاجات ستايلاتها غربي جدا وحاجات ستايلاتها شرقي جدا ونوع في زمن ما كانش فيه التوزيع الموسيقي ببرامج والحاجات دي نوع في استخدام الالات الموسيقية وشوية يدخى الجيتار وشوية دخل الالات لاتينية اقاعية وشوية وشوية فكات النتيجة ان هذا الرجل افرق المزيكة ومسك حقبة كده زمنية في تاريخ الموسيقى العربية انه بقى متنوع جدا يكاد يكون التنوع بتاع عبد الحليم وعبد الوهاب اعلى من معدل التنوع اللي قدمته الست المكلفون مع ان المكلفون دي برضو يعني هرم يعني دي قامة وقيمة وكل حاجة بكلمكم فنيا مش في الخدمة دلوقتي بكلمكم موسيقيا نصيحة يا أستاذ ستيفن انت كتب لي كومنت قدام الناس كلها اسمع تاخت شرق كتير هتتزوقه وبرضو ما ننساش ان الحتة دي روح ربنا هيشتغل فيها لان انت هدفك ان انت تعبد وتصلي فهتتزوقه ومفيش خالص حاجة اسمها ان انا هو انا كده غلطان عشان باسمع غربي بس او بستطعم الغربي بس والشارق لا لا مفيش حاجة اسمها غلط مفيش في المزيكة وفي العبادة وفي التسبيح وفي الصلاة صح وغلط في حاجة اسمها يا ابني اعطاني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي فلو انت بتصلي بالحان الاداس الارثوزوكسية الجميلة او الكاثوليكية وبتصليها من قلبك بش بتدعي ربنا هتلامس جدا مع ده الحان التسبيحة والالحان الابطية بس انت فاهم اللي بتقوله ومستطعمه ربنا هيبارك جدا ده لو انت بتصلي بالاجبية بس وما بتحبش الصلاة ارتجالية بس مركز اللي بتقوله ربنا هيبارك ده لو بتصلي بأوقات تسبيح حرة خالص وبتشغل موسيقى في الخلفية وبتعبد وترتجل وتصلي ربنا هيبص لده مفيش صح وغلط المهم يبقى قلبنا موجود في المكان حاجة اخيرة في النقطة دي كخدام تسبيح بقى ينبغي ان انا ماخدش الناس في سكة واحدة بس ويبقى ده الليين بتاعي ده رأيي الشخصي انا مش بقول صح وغلط لان فعلا فيه مرنمين كبار هو متخصص في حتة وكمل فيها خلاص بس انا مدرستي مثلا ان انا اصلي الغربي واصلي الشرقي عشان لما اجي اخدم خدمة قرى الناس اللي فيها بوسطة الناس اللي هم الصناعية الناس اللي هم على باب الله الغلابة دول اعرف اكلمهم بلغاتهم ما يبقاش هو يعني في حتة يعني ثقافية معينة وانا اروح في حتة تانية خالص ابقى مفصول عنه تماما وفاكر ان انا كده هخدمه صلوا وصلوا لي وما تنسوش تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب والحاجات الجميلة دي كلها اسمكم في رعاية المسيح سلام